اهلا بكم مشاهدينا في الحلقة جديدة من برنامج فلسطين هذا الاسبوع الكنيسة الاسرائيلي صادق على قانون تشريع الاسطان واسرائيل تهدم البؤرة الاسطانية منى وتصادق على بناء 3000 وحدة استطانية جديدة ولكن قبل الخوض في التفاصيل نبدأ الحلقة في ابرز العنوان الحاجة مريم حمد ستخضر سنابلنا لتمحو ما خربته عامونا عائلة القيط تطالب القيادة الفلسطينية بالضغط على الاحتلال للافراج عن ابنها اكثر من نصف فلسطينيين محبطون ولا يتقون بالاخرين مئتان وعشرون قتيلا بسبب جرائم القتل والانتحار وحوادث السير خلال 2016 مركز الامل بغزة نافذة لعلاج المدمنين اهلا بكم من جديد هدموا البؤرة الاسطانية منى وتسريع للاستطان في الضفة الغربية الى التفاصيل كأنها احد اطفالها تحتضن الحاجة مريم حمد حزمة القمح هذه منذ عشرين عاما هي اخر ما حصدته يداها من ارضها قبل مصادرتها لاقامة بؤرة عامونا الاستطانية وحيدة من رائحة الارض المصادرة في داخل بيتها بقرية سلوات قضاء رام الله تجد كل عدة الفلاحة التي استخدمتها قبل عشرين عاما على امل استخدام ذات المعدات في فلاحة الارض بعد تحريرها الروح بتطلعه بتروح بس هذي ما بتتعوّب الارض هذي كلولي ميت مرة توخلي مصاريته كنت لين انا لو تعطوني بنعدين طرابها بنعد طرابها اللي في الارض يعني كديش الارض توكلها طراب تعطوني توكل طرابها ما بكذا الان على تلة تشرف على بؤرة عامونا وقفت الحاجة مريم في انتظار انتهاء اخلائها كي تعود الى ارضها التي تقارب خمسة وعشرين دونما بعد طول غياب شو شعوري يا ابني بقول لك يعني لما يبكى سجيني مأبد ويطلع شيف شعوره امه انا هذي يعني كأنه سجيني مأبد اللي رجعت لي اليوم شعوري انا بقول لك مش كادرة يعني اشرح لك الشعوري يعني طاير طاير يذكر ان عامونا بورة استطانية مقامة شرق رامالله منذ عام ستة وتسعين مكونة من اربعين منزلا استطانيا وكنيسا وبعض المؤسسات التعليمية والصحية وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية اصدرت عام الفين واربعة عشر قرارا باخلائها في الخامس والعشرين من ديسمبر وقامت سلطات الاحتلال باخلاء المستوطنة في وقت اعلن فيه نيتنياهو عزمه اقامة الوحدات الاستطانية في الضفة المحتلة الى جانب نيته اقامة مستوطنة جديدة لمن تم اخلاؤهم نيزر حبش تلفزيون وطن وللحديث حول هذا الموضوع معنا في الاستوديو الخبير في شؤون الجدار والاستطانة الاستاذ جمال اهلا بك استاذ جمال قبل الحديث عن إخلاء البؤرة الاستطانية عامنا مؤخرا كنيسة اسرائيل صادق على قانون تشريع الاستطانة في الضفة الغربية ماذا يعني ذلك ماذا يعني هذا القانون وانعكساته على الارض نعم صحيح يعني يجب وضع القانون في إطاره العام والأشمل وابعاد هذا القانون وهذا يتطلب أيضا العودة قليلا إلى ماذا كان سيجري بالمشروع الاستطاني خلال الفترة السابقة منذ 2011 تقريبا بدأت اسرائيل بخطوات متساعدة بمشاريع استراتيجية من أجل ضم الضفة الغربية لا يعني أن ضم الضفة الغربية بدأ من 2011 لا ضم الضفة العربية هو مشروع بدأ منذ بدايات السبعينيات منذ مشروع ألون في نهايات الستينات بدأ عمليا ضم الضفة الغربية ولكن على مستوى الوضع الحالي بما يوجد من مشاريع استراتيجية استيطانية من 2011 بدأ بتحويل الأراضي بكثافة الأراضي الفلسطينية إلى صالح الاستيطان مثلا الأراضي التي تم مصادرتها خلال السبعينات والثمانينات لأغراض عسكرية ولمعسكر الجيش ولمناطق تدريب هذه الأراضي حسب القانون الإسرائيلي يجب إعادتها إلى أصحابها عندما ينتهي العمل المطلوب استخدامها نعم صحيح هذه الأراضي الآن حولت تقريبا مليون دونوم بدأت بتحويلها تباعا لصالح التوسعات الاستيطانية وكان هذا في 2014 في بيت إيلي عندما حولوا قطعة الأرض التي كان مقام عليها معسكر لبناء 300 واحدة استيطانية هذا واحدة من القضية الثانية تحويل أراضي البحر الميت والأراضي التي جفت بانحصار البحر الميت تم تحويلها أيضا لاستغلالها لصالح المستوطنات أراضي كثيرة لصالح التوسعات الاستيطانية تم تحويلها ثم تكثيف البناء الاستيطاني ينتم الحديث عن خلال فترة التسانوات السابقة تم الإعلان عن عشرات ألاف الوحدات الاستيطانية وترى التوسعات الاستيطانية في كل مستوطنة وفي كل منطقة وفي كل برأة استيطانية ما يجعل استكمال هذا المشروع بالبناء التحتية البناء التحتية فيها الضفر نحن نعلم ونرى على أرض الواقع أن هناك شبكة من الطرق التي يتم إقامتها الآن والعمل عليها بشكل متواصل ومكثف وهي جزء من منظومة السيطرة على الفلسطينيين والذي منها جزء منها هو بناء الجدار الذي يحدد تواجد الفلسطينيين منظومة هذه الطرق التي ستفصل طرق المستوطنين عن الفلسطينيين فصل عنصري فصل عنصري بالكامل حتى في أسوأ أيام أبرتايج جنوب أفريقيا لم يكن هناك طرق لفصل بيضع السود إسرائيل الآن في 1400 كم من الطرق للمستوطنين فقط يتم العمل على إنشاها يفصلها عن طرق الفلسطينيين حوالي 48 نفر هذا بالضفة الغربية طبعا نتحدث عن الفصل نتحدث عن فصل جائر بمعنى أن هذا الفصل يمكن المستوطنين الاستمتاع بمعظم الضفة الغربية بمصادر الضفة الغربية من أراضي ومياه ومناطق طبيعية ومصادر وبينما يحصر الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في القرى والمدن حسب اتفاقيات المناطق أليف وبال تواجد الفلسطيني مناطق سي هي تحت السيطرة الإسرائيلية فإسرائيل بدأت منذ وقتل منطقسي بتجفيفها بمنع أي تطور داخلها وبدأت عملية تطهير عرقي من أجل تخفيض عدد السكان إلى أقصى قدر ممكن وهذا كان جزء من عملية الاستيلام ثم يأتي بعد ذلك طبعا لما تحدث عن الكدس الكدس تحتاج إلى حديث مستفيد والتهويد على أشده ما سأذكر بالكدس وما حصل فقط خلال الأسبوعين الماضيين من إعلان عن مشاريع مشاريع استواتيجية واحد من هذه المشاريع بناء مستوطنة على مطار الكدس المطار التاريخي الذي كان يجب حسب أوسلو أن يكون تحت السيطرة الفلسطينية تم الإعلام منذ فترة طويلة حوالي عن المستوطنة بخمسة عشر ألف وحدة استيطانية في المطار تم يقافها من الحكومات الأمريكية المتعاقدة الآن تم إقرار ثمان تلاف وحدة استيطانية من هذه الخمسة عشر ألف وتم إقرار توسيع مستوطنة عطاروت أو المنطقة الصناعية في عطاروت لخدمة هذه المستوطنة الجديدة ومن ثم حفر نفق من المطار تحت قلندية لينتهي عند المنطقة الصناعية جيبع بن يمين ورامي ليفي المنطقة هذه يعني مصادرة كل هذه المنطقة سيكون هناك نفق تحت الأرض وذلك لتوفير خط متواصل وسريع من مجمع المستوطنات الذي يسمى مجمع بن يمين في تلك المنطقة إلى عبر هذا النفق إلى شارع 443 وشارع الأنصر فكرة كمان في منطقة بيتكسا عم بيعملوا نفق برضو في هذا السيارة هذا كالنفق سيربط تل أبيب هذا مشروع استراتيجي لربط تل أبيب الكدس لشبكة كترات سريعة وهي أيضا تمر تحت الضفة الغربية تحت بيتكسا وبيت سوريك ومنها تنطلق إلى عمواس والويالو في 67 ومن ثم عبر المطار إلى تل أبيب المشروع الثاني الاستراتيجي في الكدس هو مشروع معالي أدميم تم الحديث عن ضم معالي أدميم تم الحديث عن تفعيل الإيوان تفعيل الإيوان يعني أن تجريد كل القرى الفلسطينية في شرقية القدس المشرفة على المرتفعات الغور تتحدث عن أبوديس والعزرية والطور وعناتا والزعيم من أراضيها كاملة وبالتالي قامت مستوطنة جديدة بأكثر من حوالي 6500 وحدة استطانية ومنتج عهد سياحية إلى ما هنالك وبذلك تم ربط معالي أدميم بهذه المستوطنة وربطها بالقدس وامتداد معالي أدميم سيكون 14 كم باتجاه الشرق وبذلك تحدث أكبر قطع عرضي في الضفة الغربية في تلك المنطقة قد تفصل الجنوب؟ لا تفصل جنوب الضفة الغربية عن شمالها في أكبر قطع يعني عرضي في الضفة الغربية يأتي بعد ذلك مشروع آخر مهم جدا مشروع في البنى التحتية تم الحديث عن إقرار خمسة مليار شيكل من أجل تعزيز البنى التحتية لربط المستوطنات في الداخل 48 في إسرائيل ومن ضمن هذه البنى التحتية عدا عن الطرق المفتوحة التي تتحاشى الطرق الفلسطينية الطرق الهايوي اللي بسموها شبقة كتارات يتم الحديث عن ربط جوشتسيون بتل أبيب مباشرة القدس بتل أبيب وأريئيل تل أبيب بمعنى أن هذه المناطق ستصبح طواحل في تل أبيب ربع ساعة تكون من هذه المنطقة في الكطار في تل أبيب فهذا التقسيم إذا وضعته على الخارطة إذن ماذا تبقى للفلسطينيين فعليا على أرض الواقع للحديث عن دولة فلسطينية يأتي بعد هذه المستوطنات ما حدثت من القرار التي سألتني عنه في المحكمة قرار المحكمة قرار المحكمة ماذا يعني بغض النظر عن أمونا التي استغلت من أجل تمرير هذا القرار هذا القرار يعني سريان القانون المدني الإسرائيلي على المستوطنات التي اعتبرتها إسرائيل حق للمستوطنين ولدولة الاحتلال بوضع الينداني معنى سريان القانون المدني أن إسرائيل أعلنت عن ضم الضفة الغربية وتتحدث تتحدث هنا عن بؤرة هنا وهناك وعن بضعة دنماء تتحدث عن ستين في المئة مساحة الضفة الغربية مقام عليها هذه سواء مقام عليها المستوطنات أو حيز الاستيطان ما تسيطر عليه المستوطنات بمعنى بكل هذه الأرقام التي تحدثت عنها إسرائيل مستمرة في مشاريعها الاستيطانية على أرض الواقع لماذا برأيك هي بحاجة لهذا القانون مع أنها ماشية على أرض الواقع بمشاريعها الاستيطانية لماذا تريد أن يكون هناك قانون إسرائيل تسرع في عملية ضم الضفة الغربية استغلالا للوضع السياسي الموجود حاليا وضع فلسطيني مترحل لا يوجد أي رد فلسطيني على هذا الموضوع وأنا أستغرب ذلك يجب يعني كان على الأقل في مواضيع استراتيجية وخطيرة من هذا الشكل التي بدأت من 2017 على الأقل كان يجب أن يدعى إلى حالة طوارئ إلى دعوة للكابنت الفلسطيني لمنظمة التحريب بالاجتماع وبالتالي التداول في كيفية الرد على هذا الموضوع لماذا يعني؟ لأنني أنت متحدث عن هذه المشاريع الخطيرة وهذا القانون ماذا يعني؟ يعني نسف السلطة الفلسطينية نسف كل اتفاقيات أوسلو وبالتالي إذا بقينا يعني صامتين على هذا الموضوع معنى ذلك أن إسرائيل ستفهم أننا نقبل بالوضع القائم حاليا وبالتالي تنحسر السلطة الفلسطينية في جتوهات في سلطة جتوهات في الضفة الغربية ولذلك يجب أن يكون هناك رد سريع ورد موجع بمعنى أن يوقف العالم أمام مسؤولياته بهذا الموضوع لن نقبل بأن يستمر الوضع عليه كما هو قائم لا على مستوى العلاقة مع الاحتلال والتنسيق مع الاحتلال ولا حتى على المستوى الدولي يجب فتح المعركة على الاحتلال على أوسع أبوابهم طيب نحكي بصراحة كان قرار من مجلس الأمن قرار صريح بموضوع الاستطان لماذا الفلسطينيين لغاية لأن لا يحملون ملف الاستطان إلى محكمة الجنيات الدولية وهو ملف قوي بيد الفلسطينيين سيحملونها وواضح أن السلطة متوجهة بهذا الاتجاه هي ذاهبة إلى محكمة الجنيات ولكن المشكلة ليست محكمة الجنيات محكمة الجنيات يجب أن يكون جزء من توجه عام وخطة استراتيجية للمواجهة محكمة الجنيات ربما تأخذ سبع سنين ثمان سنين عشر سنين حتى تفتح الملف ربما تحتاجه لسنوات إسرائيل لا تحتاجه أكثر من 2017 حتى تبسط سيطرتها على الضفة الغربية وتنفذ كل هذه المشاريع التي نتم الحديث عنها وتضم الضفة الغربية لذلك الوقت ليس في صالحنا التوجه نعم التوجه إلى المحكمة الجنيات واجب وليتم الآن التوجه إلى المحكمة الجنيات ولكن تحتاج إلى خطوات أيضا على الأرض أهم على الأرض تحديدا وخطوات أيضا على المستوى السياسي والمستوى الدبلوماسي أنا أتفق معك قرار مجلس الأمن كان ممكن يشكل أساس لوقف الاستيطان وللدفع باتجاه عملية مفاوضات بناء على أسس جديدة إذا كما تطرح السلطة الفلسطينية ولكن واضح تماما أن إسرائيل ضربت بعض الحالة هذا القرار لا يوجد من يجبر إسرائيل على الالتزام بمثل هذه القرارات كما هو الحال منذ ثماني وربعين حتى الآن إسرائيل ستتمتع بحصانة بحصانة دولية في هذا الموضوع توفرها لها أمريكا وأوروبا لن تسمح بإنزال عقوبات على إسرائيل هذه الدول وخصوصا أنه لا يوجد من يطالب بهذه العقوبات بلنحكي بالأرقام كل هذه المشاريع التي ذكرتها هل تقتطع من الضفة الغربية وماذا بقي للفلسطينيين أنا أتتبع خارطة الجدار لأن خارطة الجدار هم يريدون أن يقيموا حدودا بواسطة هذا الجدار الحدود هي للتواجد الفلسطين وليست حدود دولة الاحتلال إسرائيل تريد حدودها من البحر إلى النهر وتريد حدود تواجد الفلسطينيين في تجمعات مسيطرة عليها منفصلة عن بعضها البعض تجمعات بائسة لا يوجد بها أكثر من حكم ذاتي موضعي في هذه التجمعات غير مترابطة مع بعضها البعض حتى يسهل السيطرة بشكل كامل عليها هذا ما تريده إسرائيل وهذا ما تخطط له وتبنيه على أرض الواقع هذا إذا أردنا الحديث تقالف بها حتى شهر أذار سنة الألفين قبل اندلاع الانتفاضة الثانية هو 38% من مساحة الضفر الغربي إذا تتحدث عن أكثر من 40% ما ترك للفلسطينيين وما يتم محاصرة الفلسطين داخله بالضفر الغربي في حين أن غور الأردن واحدة حوالي 30% من مساحة الضفر الغربي بالإضافة إلى كل السلسلة السلاسل الجبلية من الضفر الغربي التي أخضعت مناطق سي كلها جميعا بالإضافة إلى استقلال الموارد الطبيعية والمياه أين توجد مواردنا الفلسطينية ما هي الموارد عندك أراضي خاصة بزراعية ممكن يتم بناء عليها تنمية أراضي للتمدد والتوسع العمراني والتطوير مستقبلا والمصادر المياه الجوفية وما يوجد عندك من إمكانيات أخرى مثل الخدمات السياحية مثلا نحن ربما تكون مستقبلا اقتصاديا أحد أهم روافده الاقتصاد الوطني الفلسطيني السياحة لو كانت لك سيطرة على القدس وبيت لحمنا القدس حتى في اعتبارات الإسرائيليين يتوقعون أن في وضع هادئ إسرائي القدس يمكننا تستوعب عشر مليون سائح سائحويا بمعنى هذا داخل هائل جدا فبالتالي نحن جردنا من كل هذه المصادر حتى من أراضي التوسعات المستقبلية للتوسع الطبيعي لفلسطيني العمراني أعضا جردنا منها بالتالي لذلك نقول أن الموضوع خطير ويحتاج إلى تحرك جريء واتخاذ قرارات جريئة على هذا المستوى لأنه إذا أردنا بعمليات حسابية كما دائما يقال أن الثمن سيكون باهظ الثمن سيكون باهظ أكثر إذا سكتنا عن هذا الموضوع ماذا عنه؟ الثمن هو مستقبل وجودنا على هذه الأرض إخلاء بؤرة تعامنا أو مسرحية إخلاء بؤرة تعامنا كيف تكرأها؟ هي مسرحية فعلا مسرحية أرادت منها إسرائيل أن تقول للعالم أن نهينا نحن دولة ديمقراطية نحن ندمر ليس فقط البيوت الفلسطينية وإنما نخلد تجمعات استيطانية هذه واحدة من الرسائل الذين يردون رسالها ويردون أيضا إذا من تابع التقارير الإسرائيلية عن عمونا صلتوا على الجانب الإنساني ماذا تعني هذا المستوطن الذي ولد في هذه المستوطنة وتربى هناك وله مشروعه وذكرياته وحياته الخاصة خلقوا منها تراجيدي إنساني وهذا ما يريد أن نتقن للعالم بينما بينما نحن بكل الجرائم التي ترتكب بحقنا نحن كفلسطينيين لا ينظر عليها أنها قضايا إنسانية حتى على مستوى العالم أو ربما يكون هناك تقصير فلسطيني في طريقة عرض قضيانا والعالم هذا موضوع آخر عمونا استغلت استغلت من أجل تمرير هذا القانون ولنكن أيضا بالحديث عن هذا القانون أيضا لماذا إسرائيل الآن تريد أن تقامت بذلك خلال الثلاث أربع سنوات الماضية كان هناك قضايا أكثر من قضية التي أجبرت حكومة الاحتلال على هدم بيوت في المستوطنات ومنها ما حصل قبل السنتين في بيت إيل عندما هدمه ثمانية منزلين عمارتين نعم في أطراف بيت إيل بس مع الإشارة هو تم الهدم بس صاحب الأرض لم يسترد أرضه نعم ما زالت محاصرة ولم يستطع الوصول للأرض وحسدان ولكن تمت عملية العملية الهدم وبناء عليها تم أيضا وقتها تحويل المنطقة التي كانت معسكر إلى بناء تلاثمائة واحدة استيطانية للمستوطنان إلى ما ذلك بمعنى أننا ندفع الثمن دائما في هذه القضايا فهناك هذه القضايا تريد أن تضع حد إسرائيل لهذا الموضوع وهذا مهم جدا يمكن إذا سمحت ليدخلنا في موضوع آخر ومهم جدا يتم هناك الحديث في الإعلام عندما يتم الحديث عن أراضي دولة وأراضي غير أراضي دولة أولا المبدأ أنها حتى لو كانت أراضي دولة فهي لا يحق لإسرائيل تصرف فيها حسب القانون الدولي هذه أراضي فلسطينية محتلة وبالتالي لا يحق لإسرائيل تحويل هذه الأراضي وتصرف فيها كما تشاء وتبرر قانونيا الاستلاء والسيطرة عليها القضية الثانية أن معظم الأراضي في الضفة الغربية هي ليست أراضي دولة عادة عن المرتفعات والأراضي شبهة صحراوية في مناطق المرتفعات ومن حضرات الجبلية من الخليل بيتلحم القدس باتجاه البحر الميت وهي أيضا مملوكة للقرى المشرفة هناك وهي قرى تستخدمتها كمراعي على مر القرون ليسا سنوات السنوات السابقة المعظم الأراضي التي يعتبرونها دولة هي أراضي مملوكة لمزارعين وبها مزروعة بأشجار الزيتون ويفلحونها ويستخدمونها منذ عشرات إلى منذ مئات السنين ولكن هؤلاء الناس لم يسجلوا أراضيهم رسميا بشكل رسمي في الدوائر الرسمية ع زمن الأثمانيين لكل ظروف السياسية التي كانت في تلك المنطقة والفقر والطريقة علاقة الأثمانيين والضرائب وإما إلى ذلك قضية أيضا قضية أخرى لا نريد الدخول فيها فإسرائيل تعتبر هذه الأراضي هي أراضي دولة وهي أراضي خاصة فلسطينية إذن كل موضوع الأراضي الدولة لا يجب أن طلعا أن نطلع على أحد الأراضي أولا القانون الدولي إذا الأراضي محتلة وهي أراضي فلسطينية ومملوكة لقرافة الفلسطينية سؤال الأخير أستاذ جمال الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة ترامب اليوم نرى الأرقام أن الإسطان تضاعف في الفترة القصيرة بعد وصول ترامب إسرائيل اعتبرت قدوم ترامب هي وضوء أخضر لها لاستكمال المشروع على الإسطان ترامب هو رجل يميني فاشي كما نرى بكل ما يصدر عنه من قرارات عنصرية ومن تفوهات عنصرية حتى على الأمريكان نفسهم عاد عن ماذا يتفوه عن بقية العالم والحروب التي يتوقع العالم أن يشنها عليه سواء في آسيا أو في غير آسيا وبالتالي هو ينسجم إلى حد ما مع توجهات حكومة فاشية يمينية متطلقة وهو داعم للإسطان في الاحتلال الإسرائيلي وهو داعم لهذا الاستيطان ولتوجهات هذه الحكومة لذلك يرون أن الآن عصر ذهب إلى الاستيطان ويريدون استكمال هذا المشروع في 2017 قبل أن يحدث أي تغيير على الإدارة الأمريكية وبالعالم يعني نحكي العصر الذهبي بنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بالإسطان قد جاء هو ترامب نعم ترامب والتفاعلات دولية انت انظر ارجع إلى مؤتمر باريس مؤتمر باريس تم التحضير له من قبل السلطة الفلسطينية لمدة أكثر من عامين وكان هناك تعويل كبير على أن يكون هناك نقطة تحول في كل وأن يعيد المفاوضات إلى مسارها الصحيح عبر مرجعيات جديدة إلى آخره ويوقف الاستيطان ولكن كان صفحة كان صفحة صفحة قوية لنا كفلسطينيين فبالتالي لم يقل لم يعد يوجد من عول عليه إلا قوانا كشعب فلسطيني لذلك سأختم هنا بأنه المطلوب منا فلسطينيا في ظل كل ما يجري أن يكون هناك استراتيجية قرارات استراتيجية جريئة لا يمكن أن يستمر العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي قبل ما يجري حاليا كما هو ما بعده لأن هذا التغيير جذري على أرض الواقع يهدد ليس فقط دولة فلسطينية يهدد وجودنا نحن كشعب على هذه الأرض لذلك يحتاج إلى قرارات يجب قطع العلاقات لفرض العقوبات عليها ومتابعة جرائم الحرب في محاكم الجنيات وما إلى ذلك وخلق تحالفات دولية يجب العمل عليها التوجه لأمتنا العربية لقطع العلاقات مع الاحتلال والبدء بتحشيد لفرض عقوبات على الاحتلال لماذا تنجح حركة المقاطع على مستوى الشعبي في العالم ولا تنجح على مستوى رسمي ستنجح إذا كان تمت كامل الجهود وكان هناك فعلا إرادة حقيقية صادقة للمواجهة ولوقف كل هذه المشاريع نعم الخبير في شؤون الجدار والأستاذة جمال جمعة شكرا لك على كل هذه المعلومات طالبت فيحاء شلش زوجة الأسيرة الصحفي محمد القيق طالبت الرئاسة ورئاسة الوزراء بالضغط على الاحتلال من أجل إطلاق صراح زوجها إلى التفاصيل مرة أخرى يعتقد الاحتلال الصحفي محمد القيق دون أي تهمة اعتقاد القيق دفع بعائلته لمطالبة القيادة الفلسطينية بالتدخل والضغط على الاحتلال لإطلاق صراحه مطالبات العائلة جاءت خلال مؤتمر صحفي عقرته في مقر نقابة الصحفيين في مدينة رامالله المواد الموجودة في ملف محمد تتعلق بحرية التعبير عن الرأي تبين لنا والمحكمة أنه لا يوجد هناك أي أساس قانوني لاستمرار اعتقال محمد ونتوجه اليوم نحن كعائلة بطلب رسمي إلى مؤسسة الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الوزراء الفلسطينية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الصحفي محمد القيق العائلة رأت باعتقال ابنها القيق محاولة إسرائيلية للانتقام منه وكسر رمزية إضراب الأسرة الاعتقال هذا يأتي أيضا في إطار استهداف الصحفيين بشكل عام حيث لا زال الاحتلال يعتقل 27 صحفيا من بينهم عضو الأمان العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال إلى جانب رصد 557 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين اليوم هو اليوم العشرين لاعتقال محمد ومعه أكثر من 27 صحفي فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي منهم زميننا عمر نزال عضو الأمان العامة لنقابة الصحفيين الذي يعتقل للشهر العاشر على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي اعتقالا إداريا عام 2016 حسب تقرير لجلة الحريات لنقابة الصحفيين هناك 557 انتهاك واعتداء وجريمة بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي يشار إلى أن القيك الذي اعتقل في الخامس عشر من الشهر الماضي هدد بخوض الإضراب المفتوح عن الطعام في حال تم اعتقاله إداريا وهو الذي أفرج عنه قبل أقل من عام بعد إضرابه عن الطعام لأربعة وتسعين يوما جهات قاسم تلفزيون وطن رام الله أظهرت نتائج أحدث استطلاع للرأي لمركز أوراد أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية تفاقمت بشكل خطير بما شكل حالة من الإحباط إلى التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أما الآن فنذكر بما تبقى من عنوين مائتان وعشرون قتيلا بسبب جرائم القتل والانتحار وحوادث السير خلال 2016 مركز الأمل بغزة نافذة لعلاج المدمنين بلغ مجمل عدد القتلى والوفيات الناتج عن جرائم القتل والانتحار وحوادث السير العام الماضي مائتين وعشرين قتيلا ما يشير إلى ارتفاع عن عام 2015 إلى التفاصيل بلغ عدد القضايا التي ستجلت من مكاتف الشرطة 29 ألف و239 قضية منجزة منها 228 قضية موسيقى في خطوة لعلاج ومتابعة مدمنين المخدرات افتتحت وزارة الصحة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في قطاع غزة أول مركز صحي لعلاج وإعادة تأهيل المدمنين يضم أحدث ما وصل إليه الطب في هذا المجال إلى التفاصيل موسيقى موسيقى المركز كانت فكرة قديمة حديثة أن مرضى الإدمان أو من تورطوا في إدمان المؤثرات العقلية لابد من علاجهم والعلاج هنا بيحتاج بالضرورة إلى وجود مركز متخصص لعلاج مثل هذه الحالات فكانت البداية من قبل وزارة الصحة الفلسطينية أنها قررت أن نعمل بشكل عاجل وسريع مركز صغير كنوى لمشروع كبير لعلاج مثل هذه الحالات المشروع الكبير جاري العمل عليه إحنا مركزنا بداية صغيرة بساعة حوالي 20 سرير بداية بتم عزل هؤلاء المدمنين داخل إطار هذا المركز لمحاولة إبعادهم عن الوسط المحيط اللي هو دائماً فيه المؤثرات العقلية والمخدرات بتم تقديم رعاية طبية نفسية شاملة لهم من قبل أخصائيين طب نفسي تمريض نفسي من قبل أخصائيين نفسيين واجتماعيين طبعاً بتم بداية عزلهم لمدة تقريباً شهر لسحب المؤثرات العقلية من داخل الجسم وتنقية الجسم من هذه المؤثرات العقلية نحن في أرضارة مكافحة المخدرات يعني عملنا يتمركز على ثلاث محاور المحور الأول هو محور المنع والمحاربة ودك أو كار تجار المخدرات وملاحقتهم جزائياً عبر تقديمهم لمحاكمة عادلة المحور الثاني يقوم على محور التوعية والعلاج واللقاءات الجماهيرية وتوعية المجتمع المدني عن مخاطر تناول المخدرات بعض الحالات تريد التوبة والعلاج فقمنا بعمل مصحات علاجية ضمن مراكزنا الخاصة يشرف عليها الطباء الطباء وطباء نفسيين وطباء مختصين في مجال اللي هو علاج من مدمين المخدرات موسيقى وقبل ختم هذه الحلقة هذا تذكير بأبرز العنوين موسيقى الحاجة مريم حمد ستخضر سنابلنا لتمحو ما خربته عامونا موسيقى عائلة القيق تطالب القيادة الفلسطينية بالضغط على الاحتلال للإفراج عن ابنها موسيقى أكثر من نصف الفلسطينيين محبطون ولا يثقون بالآخرين موسيقى 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 بسبب جرائم القتل والانتحار وحوادث السير خلال 2016 موسيقى موسيقى مركز الأمل بغزة نافذة لعلاج المدمنين موسيقى إلى هنا نصل مشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة دمتم برعاية الله وإلى لقاء موسيقى موسيقى